الأستاذ محمود كان حصل بينه وبين زوجته الجماع بعد ظنهم بانتهاء الدور فبعد هذا اللقاء الزوجي وجدوا بعض قطرات من الدم فهو بيقول هل علينا اسم أم لا غلبة الظن، انتوا غلب ظنكم ان هو العادي بتحن هي أربعة أيام فبغلبة الظن اللي انتوا كنتوا فيها انها يرفع ذلك الاسم إن شاء الله تعالى مدامة دي العادة بتاعتها إن هي بتعود في الغالب أربعة أيام وبتنتهي فظننتوا من انتهاءها ولكنها لم تنتهي بعد وخالفت العادة وده أحيانا بيحصل إنه العادة والدورة الشهرية أو الحايدة قد يطول أو قد يقصر تقدم أيامها تأخر أيامها وهكذا فانت بغلبة الظن والعادة بتاعت الزوجة إن هي ما بتتجاوز الأربعة أيام إلا بتكون خلاص بعد أربعة أيام انتهت ولكن هي لم تنتهي فبغلبة الظن على انتهائها يرتفع الاسم إن شاء الله تعالى لكن ننصح دائما السيدات بعدم العجلة وإن أنا أتبين من ارتفاع الدم وكل امرأة بتعرف ده بمنتهى يعني الأمور مش معقدة فقدر الطاقة إن هي بتحترز بإنها تتأكد من ارتفاع الدم وبعد ذلك يتم الاغتسال والتطهر القرآن الكريم يسألونك عن المحيض كل هو العادة يسألونك عن المحيض كل هو أدا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن إذا ده القعدة بتاعتنا اللي بنتعلمها من الوحي الشريف في القرآن الكريم اشتركوا في القناة